احتواء يعني على رأيي بقى النهاردة الكوميكس على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي مش عايز اقول لكم عاملة ازاي كوميكس كوميكس في كل حتة عيد الحب يوم اربعة وبقى عيد الاحتواء يوم تمانية وكلام من هذا القبيل كتير جدا حضرتك روحت في اتجاه ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه على الحكم تطبيق القانون وتحقيق العدالة فقط بالمناسبة بالمناسبة في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ليفربول ومانشستر يونايتد مانشستر يونايتد مغلوب من ليفربول 5-0 خلاص ودروكبا الحكم راح شاف الكورة ام طلع الكارت بوكبا انا اسف طلع ام جاي ام طلع الكارت الاحمر وحطه في وش بوكبا بول بوكبا ليه لانه يستحق طبق القانون ما طبقش الاحتواء ما كانش عنده حاجة اسمها احتواء لان بوكبا اخطأ وهو مجلوب 5-0 ونادي كبير ونادي عظيم زي مانشستر يونايتد وقام طلع الكارت الاحمر وقال له تفضل حضرتك برا لان انت خبطت رجل بقوة واللعبة دي تستحق الكارت الاحمر يا جماعة ما تودناش في اتجاهات مش مظبوطة الكابتل محمد عادل اخطأ ايوا اخطأ بتصريحاته لانه ما كان يجب عليه ان هو يتكلم عن هذا الامر لانه الحكم مطالب بتطبيق القانون مين اللي كذبان ومين اللي خسران ما يبصش على الوان هل الاحتواء ده المهم ان انت ما تبقاش لابس في النلة حمرة يعني هو ده الاحتواء ان انت ما تبقاش لابس في النلة حمرة بتلعب او بتلعب مع الاهلي فالحقيقة كلام غريب جدا الواحد بيسمعه وكلام غريب جدا 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 او اغرب برضو من الكابتن عصام انا الحقيقة الكابتن عصام بالنسبة لي واحد من الناس اللي انا بحترق وما زلت بحترمه جدا جدا طبعا رجل محترم وكل حاجة ولكن انا هنا بنتقد تصريحات الكابتن عصام في امر معين وفي كلام معين هو قاله محمد عادل مغلطش في تصريحاته طب يا كابتن هتطلع الحكام بعد كده تشرح قراراتها بتطلع هتطلع بعد كده الحكام تشرح قراراتها وتقول ولا ايه اللي حيحصل فكلام غريب جدا وكلام لا يصح ان هو يطلع من الكابتن محمد عادل ومن بعده كابتن عصام عبد الفتاح واتمنى ان الفترة اللي جاية ما يبقاش في مثل هذه الامور اتمنى